فاز فيلم تسعة أيام من نافذتي في حلب بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لندن السينمائي الدولي أكثر من 240 فيلما روائيا شاركوا في هذا المهرجان الذي احتفى بالتنوع والتعددية الثقافية المهرجان شهد كذلك مشاركة عربية متميزة وغير مسبوقة هذا ما نرصد ملامحه في هذا التقرير مهرجان لندن السينمائية الذي اعتاد على الاحتفاء بالتعددية الثقافية في أكثر من دورة من دوراته كرس هذا العام مساحة غير مسبوقة للمشاركات العربية بحضور نحو 16 فيلما أخرج بعضها مخرجون عرب وتناولت أخرى قضايا تخص المنطقة العربية فما يجري في هذه المنطقة من تحولات وأحداث سياسية كبرى بات يفرض نفسه على شاشات المهرجانات العالمية عن ذلك يقول المخرج محمد دياب الذي يشارك بفيلمه المثير للجدل عن الثورة المصرية اشتباك في مسابقة المهرجان الرسمية اللي بيحصل في مصر بيحصل في الوطن العربي حاجة تأثرها بيسموه ده بوترفلاي فتأثير الفراش اللي هو بيأثر في العالم كله اللي بدأ من تونس نهايته في الآخر وصلتنا لداعش اللي مؤثر في العالم كله فالعالم كله منقسم عشان كده هو الفيلم أحد أسباب الاهتمام العالمي به أنه بيتكلم في الآخر فكرة الانقسام الأمريكان يقدروا يشوفوا نفسهم فيها الإنجليز ببريكزيت يقدروا يشوفوا فيها في كلينتون والترامب كل البشرية الآن منقسمة انقسام متشابه وإن كانت على أسباب مختلفة ما أفرزت تحولات المنطق انعكس بوضوح في العديد من أفلام المهرجان وأخرج عددا منها مخرجون أجانب كما هي الحال مع الفيلم الهولندي ليلى أم المشارك في المسابقة الرسمية ويصور انتشار الأفكار المتطرفة بين جيل الشباب المسلمين في أوروبا ولم تحضر سوريا بمخرجيها بل بأزمتها عبر مخرجين أجانب شاركوا في عداد مواد تسجيلية صورها علاميون السوريون كما هي الحال مع الفيلم الدنماركي استعراض الحرب والهولندي تسعة أيام من نافذة في حلب والاستثناء كان مع فيلم نخرج السورية المقيمة في باريس هال العبدالله التسجيلي فاروق المحاصر مثلي جاءت المشاركات في الغالب من مخرجين شباب في المنطقة العربية من مصر وسوريا وتونس والإمارات والسعودية المخرج تامر السعيد حمل للمهرجان مرثيته للمدينة العربية التي أخرجها بصحبة فنانين الشباب من العراق ولبنان أرثوا مصائر مدنهم أنا أعتبر أنه تاريخ المدن العربية واحد والنطبة أو الجرح اللي موجود عندها واحد هو بياخد أشكال متعددة ممكن يبقى اسمه ديكتاتورية في حتة ممكن يبقى اسمه حرب أهلية في حتة ممكن يبقى اسمه احتلال في حتة ممكن يبقى اسمه سلطة دينية رجعية في حتة لكن هو في الآخر إحنا كأفراد عرب مواطنين عايشين في مدننا عندنا هام المشترك وتمثلت دولة الإمارات العربية المتحدة في فيلم مختارونة للمخرج علي مصطفى الذي يقدم في قالب مشوق فوضى وصراعات تنشو من أزمة تلوث المياه في المنطقة العربية أما تونس مهدو ما يعرف بالربيع العربي فتمثلت في فيلم يقدم قصة حب تحمل لمسة نقد اجتماعي للتقاليد وشارك في مسابقة العمل الأول في المهرجان هو نحبك هادي لمحمد بن عطية وحضرت المخرجة الفرنسية المغربية هدى بن يمينة بفيلمها أشياء آلهية الذي حصد جائزة العمل الأول في مهرجان كان هذا العام ولكنه كان تحت لافتة إنتاج فرنسي قطري مشترك لمسة من الكوميديا جاءت من بلد يندر فيه الإنتاج السينمائي هو المملكة العربية السعودية مع فيلم المخرج محمود صباغ بركة يقابل بركة شكل هذا الحضور الواسع للسينما العربية في مهرجان لندن فرصة لمبدئها لتقديم صورهم بما يمكن أن يسهم في تصحيح الصور النمطية السائد عن المنطقة في السينما بل إن نجم فيلم آخر أيام مدينة خالد عبد الله يذهب إلى بعدي من ذلك بالقول في حرب على السورة العربية فذا بيدي أي حد شغال سواء في السينما أو في الصحافة أو غيره دور كبير هو لازم أو هي لازم تلعبه في أن نحن نمتلك سورتنا وصوتنا بمشاركة أكثر من 240 فيلم روائيا من مختلف أنحاء العالم تذكر لندن المقبلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر مهرجاني السينمائي بمكانتها كمركز تجاري وثقافي عالمي بارز وموطن للتعدلية الثقافية وتعايش الأعراق والثقافات والخبرات المختلفة صفاء الصالح بي بي سي في الستوديو ينضم إلي صحفي الزميل في بي بي سي صفاء الصالح صفاء أهلا وسهلا البداية هي من تسعة أيام من نفذتي في حلب الفيلم ليس عربي الفيلم هو إنتاج هولندي على حسب مفهمت لكنه فاز بأفضل فيلم قصير في مهرجان لندن حدثنا لو سمحت عن هذا الفيلم كما أشرت هو إنتاج هولندي ولكن المادة الأساسية للفيلم هي مادة صورها مصور سوري عاش في حلب بان لحظة انطلاق الثورة الانتفاضة السورية في سوريا وقام بتصوير ما يحدث بكاميرته من نافذة غرفته فكانت هناك نوع من الرصد الواقعي الآن لما حدث وبصراحة ببساطة شديدة جدا كان يوثق ما يحدث وهذه الظاهر حقيقة نجدها أيضا في أفلام أخرى كثير من الأفلام السورية في فترة الأخيرة تراجع كثير من مخرجين سوريين معروفين جدا الذين قدموا للسينما السورية والسينما العربية كثير من الأفلامها المهمة والآن بدأت تظهر ما يمكن أن نسميه صحافة المواطن ما يمكن أن نسميه التوثيق مع هذا التطور التكنولوجي وسهولة التصوير الآن في الكاميرات الديجيتال بإمكانه جميعا يوثق ما يحدث أمامه فالذي يحدث الآن أن كثير من السوريين الشباب السوريين قد يكونوا غير محترفين ولكنهم يمتلكون الوثيقة يمتلكون اللحظة في الوقت الذي لا تستطيع كثير من وسائل الإعلام ولا حتى أيضا شركات الإنتاج السنائي مثلا أن تدخل إلى منطقة ملتهبة في الحرب بهذه الطريقة فيوفرون مادة أولية وماتيريال يمكن التعاون مع المخرجين آخرين وهذا ما يحدث يعني شاهدنا مثلا هناك مخرجين إيطاليين عملوا مع شباب سوريين وعملوا أكثر من فيلم في هذا الإطار في المهرجان نفسه هناك فيلم آخر هو الفيلم الثاني استعراض الحرب كمؤتمد على مادة سجلتها أيضا إعلامية سورية ويدي زيتون التي قامت أيضا بتوثيق يومياتها مع مجموعة من الأصدقاء أيضا أثناء التظاهرات في أجوال الحرب التي حدثت لاحقا وحملت هذه المادة لاحقا أيضا عمل عليها مخرجين دنماركي معها وأن تجو فيلم كان أيضا افتتاح في تظاهر في إحدى تظاهرات فينيسيا وقدم في هذا المهرجان فالظاهرة هذه كما أشرت الآن تراجع هناك للمخرجين المحترفين وخاصة السوريين لعدم القدرة على الإنتاج في ظروف الحرب بالتأكيد يعني هناك رمبما محاولة أو محاولتين كانت من المخرج السوري المعروف أسامة محمد واعتمدت طريقة ذاتها اعتمد على مخرجة وهي أيضا ليست محترفة كثيرا ولكنها صورت مادة رائع حقيقة كانت فتاة كردية أيضا تعيش في على ما أعتقد في حلب أيضا وصورت اسمها كان ويقام سيماف بدرخان واعتمد على ترجمة اسمها من الكردية العربية فجعلوا الفيلم بعنوان ماء الفضة وهو ترجمة اسمها من الكردية العربية واعتمد أيضا على هذه المادة وكانت هناك لمسة شعرية كذلك محمد منص عندما قدم فيلم سلام إلى دمشق وطغلت تعامل الشاعري مع مخرجين كبار يتعاملون مع المادة ولكن المادة الحقيقية المادة الواقعية الآن هي بصراحة ما ينتجه الشباب الذين يوثقون ما يحدث بشكل مباشر غير التوثيق كمان أنت ركزت في تقريرك صفاء على المشاركة العربية نعم المشاركة العربية هذا العام غير مسبوقة حقيقة هناك 16 فيلم في المهرجان توزعت بين مخرجين عرب ومخرجين أجانب لكن تناولوا قضايا تخص المنطقة العربية هناك مثلا المشاركة المصرية حقيقة كانت مشاركة متميزة وبالمناسبة هذه على عكس المهرجانات الأخرى لم كنت في كان وكنت في فينيسيا لم أشاهد هذا الحجم من المشاركة وهذا الاحتفاء بالسينما العربية تحديدا ربما في برلين كان هناك حضور نسبي ولكن مهرجان لندن ميزة هذه هو احتفاء بالتعددية ويحاول جاهدا أن يجمع من كل أنحاء العالم هو حقيقة مهرجان للمهرجانات لو نعود أيضا للمشاركة كما قلت المشاركة المصري كانت متميزة هناك خمسة أفلام مثلا من ضمنها نسخة مرممة من المخرج الكبير للسينما العربية بصراحة راحة ليوسف شاهين ودعم بونابرت قدمت من جديد في هذا المهرجان وهي نسخة مرممة جديدة وهذه من الذاكرة أما المخرجين فغلبة مخرجين شباب كان هناك فيلم اشتباك محمد دياب وكان هناك فيلم بصراحة يهمني التنويه به وهو فيلم تامر السعيد آخر أيام من مدينة وهو محاولة كانت بصراحة لرصد ما يحدث في المدينة العربية عموما في هذا الظرف الحالي مجموعة من الشباب عملوا بتعاون شديد وعملوا بروح فريق رائع جدا ورصدوا وبشعارية جميلة حقيقة بكاميرا رائعة جدا والتقاطات وحاولوا أن يصوروا ظلوا يصوروا ثمان سنوات بأيضا وليست بمحاولة انتاجية من شركات أو شيئلاء كان هناك نوع من الاندفاع الشخصي ونوع من الرفقة في أعمالهم كان هناك اثنين من الشباب العراقيين وخالد عبدالله الموثل وهو مصري من والود في إسكتلندا هنا والمخرج تامر السعيد نفسه في القاهرة فكل واحد يوثق مدينته في حيدر الحلو كان يوثق من بغداد مدير التصوير أيضا كان يوثق من بيروت فكانت مصائر بيروت وبغداد والقاهرة تجمع معا في مرثية رائعة حقيقة للمدينة العربية بتحولاتها الراهنة إلى جانب المشاركة العربية بقى لديها دقيقة وخالد مصري من والده ومن والدته طيب هو إلى جانب المشاركة العربية هناك أيضا سينما الإنسان لأنه واضح أن المهرجان هذا العام ركز على التنوع والنبذ العنصري بالتأكيد طبعا هذه كانت كانت انتباهة ذكية جدا من المهرجان تعلمين الضجل التي أثيرت في جواز الأوسكار كان هناك احتجاج من الموثلين السود على قضية التنوع وإهمالهم وعدم إطاءهم جواز المهرجان كان حريص للتذكير في هذه القضية دائما مهرجان لندن يحرص على أن يرفع شعار التعدلية الثقافي التي تفتخر لندن بها كمدينة إنها مدينة أعراق مختلفة ثقافات مختلفة فدائما يرفعون هذا الشعار كشعار للمهرجان هذه الدورة حاولوا التركيز على هذه القضية وتلافي ما حصل في الأوسكار أعطوا حقيقة جوائز للجائزة هناك جائزة على مجمل أعمال جائزة زمالة معهد الفيلم البريطاني على مخرج فيلم الـ 12 عام العبودية كانت هناك فيلم الافتتاح أيضا يعطية لمخرجة سوداء من أصول البريطانية إلى جانب أيضا أفلام أخرى مثل ولادة أمة وكذلك فيلم عن لائبة الشترنج الشهيرة لنيجيريا لخارجت أيضا المخرج الهندية ما ينير إحنا نتفت نعمل حلقة من العالم هذا المساء بس للسينما ونقعد أنا ونت هذه أمي حلقة يومية عن السينما هذه أمي الزميل صفاء الصالح الزميل العزيز صفاء الصالح شكرا لك على وجوديك معنا في العالم هذا المساء على شاشة بي بي سي شكرا جزيلا لك وبهذا انتهى العالم هذا المساء لهذا اليوم للأسف كنت أتمنى أن تكون هذه الفقرة طبعا أطفال فقرة دائما عن السينما شكرا جزيلا لحضراتكم غدا يلقاكم زميل جديد سادسة بتوقيت جرينج إلى اللقاء